قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتكريم عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المتميزين وذلك بعد انتهاء برنامج التدريب العملي الصيفي بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أوضح المركز أن التدريب يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز لخدمة وتنمية المجتمع وإعداد شباب قادر على الدخول والمنافسة في سوق العمل وأضاف المركز أيضا أن التدريب يساعد على تأهيل الطلاب للوصول إلى مستويات عالية في التحصيل والتفوق الدراسي إضافة إلى إكسابهم العديد من المهارات